ومناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري مقطع فيديو عن المشير محمد علي فهمي قائد الدفاع الجوي الأسبق المشير محمد علي فهمي قصة واحد من أبطال انتصارات أكتوبر 73 خلينا نتابع سوف نتلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ في سجلات نصر أكتوبر المجيد أحداث وشخصيات بذل العطاء فاستحقوا الثانات تقديرا لما قدموه من أجل عزة وقرامة الوطن وفي تلك السجلات تصطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات ومن بين هؤلاء الرجال المشير فخري محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي في حرب أكتوبر ولد المشير محمد علي فهمي في محافظة الجيزة في الحادي عشر من أكتوبر عام الف وتسعمائة وعشرين وتخرج في الكلية الحربية في الأول من نوفمبر عام الف وتسعمائة وتسعة وثلاثين خاض الحرب العالمية الثانية فور تخرجه ضمن صلاح المدفعية المضادة للطائرات وتدرج في المناصب القيادية حتى وصل إلى أول قائد لقوات الدفاع الجوي كقوة رابعة مستقلة عام الف وتسعمائة وتسعة وستين قاد رجاله البواسل نحو تنفيذ حائط الصواريخ والذي سهم في إسقاط طائرات الفنتوم الإسرائيلية في الثلاثين من يونيو عام الف وتسعمائة وسبعين ونجح في إسقاط هالة التفوق الإسرائيلي بتدمير المئات من الطائرات المعادية وتحييد سلاح الجو الإسرائيلي خلال مراحل حرب أكتوبر ولقبه الرئيس السادات برجل السواريخ الأول حول العالم تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة خلال الفترة منه الرابع من يناير عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين وحتى الرابع من أكتوبر عام الف وتسعمائة وسبعة وسبعين وعين مستشارا عسكريا لرئيس الجمهورية في الرابع من أكتوبر عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين وحتى العشر من مايو عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين رقي إلى ردبة الفريق أول في السادس والعشرين من مايو عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين ومنح ردبة المشير الفخرية في الرابع من أكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين وقصل على وسام نجمة الشرف العسكرية عن دوره في حرب أكتوبر ومنحه الرئيس السادات شاحنين في التاسع من إبريل عام 1981 تقديرا لخدماته الجليلة ورحل البطل عن دنيانا في الحادي عشر من سبتمبر عام 1999